شدد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي على ضرورة نزع السلاح غير القانوني من عصابات الجريمة المنظمة والميليشيات ليشعر الناس بالطمانينة والأمنة وكد المالكي أن هذا الأمر لا يعني حرمان المواطن من حجازة السلاح المرخص من قبل الجهة المختصة إنما نزع السلاح غير المرخص للميليشيات قبل نزع السلاح الفردي الذي يحتمي به المواطن اشتركوا في القناة